نجاح هو أنت ينفع لما باب التلاجة يعلق تروح تجيب نجار يصلحه ولا خرطوم المياه في العربية لما يضرب نجيب سباك يعمله أكيد لا ده حتى المسل بيقول اد لقش لخباسه يعني لو عندك مشروع تجاري في أي مجال وحابب تنجح عليك على شركة أميزديا أميزديا شركة تسويق إلكتروني وإعلامي هتوصلك بكل الناس في أي مكان وبأقل الأسعار مع أميزديا هنعمل لك حملات ممولة على كل مواقع التواصل الاجتماعي وعلى قناة تلفزيونية معروفة عندنا كمان إدارة كاملة لصفحات الفيسبوك تصميم ويب سايت فيديوهات تصويرية وموشن جرافيك كل اللي عليك تعمله إنك تعرفنا طبيعة مجالك وشغلك وإحنا هنوصلك بالعمل بتوعك مساء الخير والفل عليكم وحشتوني جدا من الحلقة اللي فاتت اليومين اللي فاتوا كلنا تخضينا علشان لقينا الشتة جات مرة واحدة وما كناش عاملين حسابنا الحقيقة كلنا كنا نزلين بنص كم عادي ولبسين لبس سوفي جدا وفجأة مرة واحدة بالليل الدنيا مضطرت وحسنا إن الشتة جي خلاص طبعا في ناس نشيطة كتير قوي طلعت اللبس الشتوي وأمنت نفسها من أول شهر 11 وفي ناس كتير جدا ما كانتش متوقعة إن الشتة هتيجي مرة واحدة وكانت كسلانة وأنا يمكن من الناس الكسلانة شوي طبعا أول حاجة فكرنا فيها يا ربي لسه هنطلع بقى اللبس الشتوي وندخل السافي وهي الحقيقة أنا بعتبرها معركة كبيرة جدا الحلقة النهاردة هنتكلم شوي عن حاجات ممكن تفدنا لما نيجي نطلع الشتوي وندخل اللبس السافي وكمان إن احنا نشوف إيه اللي موجود في دولابنا هينفعنا نكمل فيه الشتة ده ولو هننزل نعمل شابنج إيه الحاجات اللي ممكن ناخد بالنا منها وإيه الحاجات اللي نقدر نشتريها الحقيقة أول حاجة عايزة أتكلم فيها إنه إحنا هنبدأ نطلع اللبس الشتوي طيب في ناس بتطلع اللبس ده عن طريق إنه هي بتكون أصلا حطا في الدولاب يعني دولاب واحد حطا من فوق رف يكون شتوي والرف اللي تحتيه سافي وفيه ناس كتيرة وديه القاعدة الأكبر شوية اللي بيحطوا لبسهم في شونط سفر معظمنا لما بنيجي نطلع اللبس الشتوي أو السافي بنلاقي فيه شوية بقع سفرة وما بنكونش عارفين البقع السفرة دي جات منين فيه حاجات كتيرة قوي بتكون البقع السفرة دي سببها يمكن من أهمها التراب التراب إحنا ما بناخدش بالنا منه ومهما كان الدولاب محكم أو كانت الشنطة اللي بنحط فيها الهدون دي محكمة والحقيقة إنه هو بيدخلها تراب فياريت نتأكد جدا إنه إحنا لو هنحط لبسنا السافي اللي هندخله خلاص ونطلع مكانه اللبس الشتوي إنه إحنا قبل ما نحطه في الشنطة الكبيرة نحطه في الشنط البلاستيك اللي هي بتكون مخصصة للهدوم ونتأكد كويس جدا إنه الهدوم دي مش هيدخل لها أي تراب لأنه زرات التراب اللي إحنا ما بنشافهاش بتخلي الهدوم سفرة تاني حاجة ممكن تخلي هدومنا سفرة هي حاجة ما بناخدش بالنا منها كلنا وهي إنه إحنا مش بنشطف الهدوم كويس يعني إيه؟ في ناس كتير أول ما هتدخل اللبس الصيفي هتيجي تخسله وتقول خلاص أنا هشيله نضيف وطبعا دي الحاجة الصحة بس الحاجة الغلط إنه إحنا مش بنتأكد إنه الحاجة دي اتشطفت كويس جدا بنكون بنقطر المسحوق في الغسالة وطبعا مش بيقدر الميا مش بتقدر عليه أو إنه إحنا المفروض نشطفه مرتين عشان نتأكد إنه ما فيهوش أي صبون زيادة والحاجة التانية كمان الهدوم اللي إحنا بنخسله على قدينا بنخاف إن الماتيريال بتكون غالية قوي ومش بنضحي بيها ولا غسالة فمنضحي بيها إنه إحنا بنبوزها لما بنخسله على قدينا لإنه إحنا مش بنشطفها كويس فياريت لما إحنا نحط اللبس الصيفي في الشنط خلاص وهنشيله نتأكد تماما إن الشنطة أو الدولاب مش هيوصله تراب كتير ونكون شطفين الهدوم دي كويس جدا نيجي بقى لللبس الشتوي أول حاجة يا ريت ما نسحمش الدولاب بقطع مش هنستفاد بيها يعني إيه يعني أنا خلاص طلعت الهدوم بتاعتي أشوف أي قطعة أنا مش حاسة إن أنا هلبسها تاني وعلى طول أديها لأي حد محتاج أو أتخلص منها لو عندي أطفال نلبسهم حتى اللبس الصيفي اللي خلاص هيتشال لو اللبس ده صغر عليهم يا ريت بجد نستغنى عنه علشان ما نعمدش كركبة وزحمة في الدولاب عالفاضي أو في القودة عموما جينا خلاص طلعنا لبسنا الشتوي قبل ما نفرح وإن إحنا رايحين نعمل شابنج شتوي ونجري علشان نشتري هدوم جديدة نبص الأول بصة سريعة كده في الدولاب بتاعنا والحاجات اللي طلعناها الحاجات اللي إحنا ممكن نقدر نستعملها تاني وهتكون مكملة معنا وممكن كمان نجددها عايزة أقول لكم لو كان عندك أي جاكت جينس أو أي جاكت عادي حسن هو إدم عليكي شوية أو ما بقاش طلع موضة إحنا ممكن نجدده بأكتر من طريقة ممكن نعمل إيه؟ ممكن نحط عليه البايات اللي هو بيلمع شوية وعايزة أقول لكم أن البايات لسه مكمل معنا الشتة ده كمان ممكن نجيب أي ألوان اللي هي بتكون ألوان الملابس ودي أعطاكب بتبقى في أفريج 50 جنيه مثلا نجيبها من أي مكتبة ونرسم رسومات عشوائية وعايزة أقول لكم أن الرسومات العشوائية هطالع موضة جدا يعني مش مجرد شغبته وخلاص وبتتبعه بمبلغ وقدره في أي مول وفي أي براند كبير فيه كمان بقى كذا بيج وكذا حد بنبعث له الجاكت ده بيرسم عليه رسومات لطيفة جدا وبيرجع عنا تاني وهتحسي أن الجاكت ده بقى جاكت جديد بدل ما أنا أروح أشتري جاكت بمبلغ كبير وأنا أقدر أجد الجاكت كان عندي في الدولاب يبقى ليه؟ لا تاني حاجة عايزة أقول لكم أنه طالع موضة جدا استنادي الحزام اللي بيتلابس فوق الجاكت أو فوق البلايزر على شرط أن ما يكونش الجاكت أو البلايزر فيه قصات كتير أو زراير كتير فلما هل بالجاكت فيه زراير كتير من على الكمام أو من قدام وأجي حط الحزام هيبقى شكله مش لطيف فلو كان عندك جاكت جينس أو جاكت عادي أو بلايزر وعايزة تجددي فيه ممكن تشتري حزام يكون عريض بشرطة طبعا أن جسمنا يكون متناسق عشان الحزام ساعد بيقلب نتيجة عكسية خالص الحزام طالع موضة جدا على البلايزر وعلى الجاكت فدي ممكن تريك أن احنا نقدر نجدد برضو نفس الجواكت اللي عندنا لو هنتكلم عن البنترونات لما نيجي نطلع البنترونات الشتوية احنا معظمنا الجينس بنلبسوا سيف شتا بس لو هنتطلع البنترونات أكيد بيكون فيها بنترونات صوفة أحب أقول لكم ما تستغنيش عن أي بنترون منه لأنه هو لسه مكمل معنا بكل نقاشاته الشتا ده كمان عايزة أقول لكم كمان أنه في حاجات كتير بتبقى طالع موضة بس هي كانت موجودة من الشتا اللي فات زي ايه؟ زي الطب اللي بيكون القمة بتاعه منفوش شوية يمكن أنا لابسها حاجة نهاردة هي مش منفوشة قوي بس الطب اللي كان منفوش ده طالع من أواخر الشتا اللي فات وكمل معنا الصيف ولسه مكمل معنا كمان الشتا ده ولو كنتي بتخافي أن أنت تلبسي حاجة تريندي أو طالع موضة عشان شوية ما تبطلش ممكن تنقي حاجة تكون بين البنين يعني ايه؟ يعني فيه الطب بيكون القمة بتاعه يا منفوخ قوي يا منفوخ بدرجة بسيطة وممكن تختاريك بسيط علشان لما خلاص الشتا اللي جاي ما يطلعش موضة ما تزعليش وتحسي أن أنت صرفتي فلوس على الفاضي عايز أقول لكم كمان أن البلوفر والفاست طالع موضة جدا استنادي هو والكوردجن الكوردجن ممكن ما بيطلعش موضة لأن الكوردجن ثابت في كل صيف أو كل شتا بس يمكن الشتا ده هيكون زيادة أنه هو بقى أوفر سايز بطريقة أكتر كمان زيادة كده إحنا خلصنا الدولاب بتاعنا وعرفنا إيه الحاجات اللي بتكون عندنا ونقدر نستعملها تاني أو نجددها لأن ما فيش حاجة بتقدم وإحنا ما ينفعش نجددها فليه لا لو عندنا أي قطعة تكون قديمة أو إحنا خلاص زهقنا من شكلها ممكن نقدر نجددها طيب دلوقتي بقى إحنا خلاص خلصنا الدولاب وعايزين ننزل نعمل شاوبنج ونشتري ربس جديد مفيش حد أنا ما شفتوش غير لما بيقول أنا كنت قستل بانتالون ده أو قستل طب أو قستل جاكت ده وكان حلوة قوي لما كنت بقيسه أو كنت في الفيتنج روم ولما رجعت البيت شكلي وحش هو الحقيقة إن هو مش هيتغير يعني الكطعة اللي انت شبتيها وعجبتك في المحل وقستيها هناك هي مش هتتغير وقت ما رجعتي من البيت هو الحقيقة إن إحنا ما بنختارهاش صح فأنا عايزة أقول لكم على كام نصيحة ممكن تحطوها في بالكم لما تيجوا تعملوا شاوبنج الشتة إن شاء الله عايزة أقول لكم بس قبل لما أقول لكم على نصايح أن إحنا وإحنا بنعمل شاوبنج الشتة اوعوا تنسوا إن الشتة قصير جدا يعني مش زي الصيف ومش زي الربيع ومش زي الخريف الشتة يمكن أقصر اللي هو الشتة قوي قوي اللي إحنا بنغطر نلبس فيه جاكت تقيل إحنا دلوقتي روحنا المال وعايزين نعمل شاوبنج ودخلنا المحل عايزين مثلا نشتري جاكت نصيحتي ليكي وانتي بتشتري جاكت ياريت يكون up one size يعني لازم اختار الجاكت ده يكون اكبر مني درجة لان احنا عمتا لما بنيجي نلبس جاكت بنتطر نلبس تحتي بلوفر او طب ايا كان هو اي لو انا جبت جاكت كان في السيل حلوة اوي او لقيت سعره كويس بس هو مقاسي بالزبط او اقل كمان مني درجة انا مش هلبسه خالص وللأسف الجاكت ده هيتركن لانه لما اجي يلبس تحتي اي طب هيبقى شكلي منفوخ اوي وشكلي مش لطيف وهلاقيه من عند الكمان بقى دايق حتى حركتي انا هتدايق منها على قد ما منحب نكون متدفين على قد برضه ما منحب تكون حركتنا تكون سهلة وسلسة فلو اختارت جاكت مقاسي بالزبط او اقل مني درجة مش هيكون مريحني وهضطر ان انا بعد فترة قصيرة جدا هركنه وهقول انه هو بقاش حلو فلما نيجي نختار جاكت ايا كان الجاكت لو كان جلد لو كان بمب لو كان اي نوع من انواع الجاكت ياريت نختارها اكبر مني درجة علشان حتى يكون شكله حلو متناسق حتى لو مش بتلبسي تحتي حاجة تقيلة برضه بيكون شكله قلطف دلوقتي انا بقى اخترت بانطلون وقسته وهو كان شكله حلو عليا جدا بس لما جيت اخرج اول ما قعدت لقيت البنطلون اترافع او لقيت السكرت اترافعت او لقيت الدرس اترافع والحقيقة الموقف ده بيكون سخيف جدا وما بنكونش عارفين ليه ما هو احنا اسنايا في الفيتنجروم وفي البروفا وكان طولنا كمان لما بنيجي نقعد بنلاقي الويست بتاعه دايقنا مع انه ما كانش مدايقنا واحنا واقفين بنقيسه الويست بتاعه دايقنا وبدأ ان احنا خلاص لبسناه مرة وتاني يوم مش هنقدر نلبسه تاني والحقيقة ان احنا كلنا بنعمل غلطة وهي انه المفروض لما نيجي نختار بانطلون نلبسه لما نقيسه المفروض ان احنا نعبد يعني نجربه واحنا قاعدين اوكي لازم نجربه واحنا قاعدين هكمل لكم البانطلون وازاي ان احنا نقدر نلبسه بطريقة تكون حلوة ما نركنوش بس بعد الفاصل اوكي لازم نجاح هو انت ينفع لما باب التلاجة يعلق تروح تجيب نجار يصلحه ولا خرطوم المياه في العربية لما يضرب نجيب سباك يعمله اكيد لا ده حتى المثل بيقول ادلاش لخباسه يعني لو عندك مشروع تجاري في اي مجال وحابب تنجح عليك وعلى شركة اميزديا اميزديا شركة تسويق الكتروني واعلامي هتوصلك بكل الناس في اي مكان وباقل الاسعار مع اميزديا هنعمل لك حملات ممولة على كل مواقع التواصل الاجتماعي وعلى قناة تلفزيونية معروفة عندنا كمان ادارة كاملة لصفحات الفيسبوك تصميم ويبسايت فيديوهات تصويرية وموشن جرافيك كل اللي عليك تعمله انك تعرفنا طبيعة مجالك وشغلك وحنا هنوصلك بالعمل بتوعك ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم ازاي بنختار حاجات وبعد ما بنروح البيت او نخرج بيها بنحس انها مش مناسبة قبل الفوصل كنا بنتكلم عن البنطلون او الدرس او السكرت اللي اول ما بنخرج بيه ونيجي ناعد نلاقيها اترفعت بشكل مش لطيف او لما بنيجي ناعد بنلاقيها دايقتنا من عند الوسط الحقيقة ان احنا المفروض لما نيجي نقيس اي بنطلون ان احنا لازم ناعد في البروفا لازم ناعد علشان وحنا واقفين دا بيكون حاجة تانية خالص غير وحنا قاعدين لما هنيجي ناعد هنلاقي البنطلون اترفع بحاجة معينة فممكن نختار السايز الاجبر منه او بنطلون يكون اطول شوية ولو قاعدنا حسينا ان الوسط بتاعه ومدايقنا او مش مريحنا او بدأ يقسم بطننا مش هيكون لطيف فهنضطر ناخد سايز اكبر عايز ابقى اقول لكم مفاجأة يمكن كلنا مش عارفينها هي صدمة الحقيقة انا عارفة ان هصدمكم بيها دلوقتي ان الكورسي اللي موجود في البروفا او الفيتنج روم في اي مال او في اي براند او في اي محل عموما هو للأسف مش بيكون كورسي عشان نقعد نستريح عليه شوية او عشان صاحبتنا الشقيانة معانا من اول النهار في الشابنج تقعد عليه شوية او نحط عليه شنط لا هو الحقيقة الكورسي اللي احنا بيكون موجود في البروفا ده ان احنا لازم نقعد عليه عشان نعمل تاست لأي حاجة هنلبسها ايا كانت هي اي خصوصا لو كان بانتالون او سكيرت او درس علشان نعرف نقدر نحدد طوله ونقدر نعرف هو هيريحنا ولا اي في حاجة كمان ممكن نقدر يعني ناخد بالنا منها واحنا بنشتري اي حاجة عشان ما ندفعش فلوس برضو على الفاضي انا وانا بختار اي حاجة لازم ااخد بالي من الماتريل كويس جدا فيه ماتريلز كتير بعد ما بنشتريها بشوية بنحس ان هي بقت فيها وابرة بتكسر ايا كان هي اي لازم نختار القطع اللي هنختارها دي تكون مناسبة جدا في الماتريل فيه ناس كتير قوي بتشتغل وبعدين بتنزل بعد الدور الحركتها بتكون كتير جدا او شغلها بيبقى محتاجة ان هي بتتحرق كتير فياريت لو انتي من الناس دي تختاري قطعة تكون ما بتتكسرش بسرعة وطبعا ده سيزن الكتان فياريت نبعد عنه شوية لو انتي بتتحرق كتير في شغلك علشان اول ما انا هوصل لشغلي وانا لابسة اي قطع بتتكسر شكلي مش هيكون لصيف ونص ساعة اللي انا بضيعها قدام المرايه علشان اعمل اوتفت او شكلي يكون قونيك هي الحقيقة ان هي هتروح بسرعة مجرد انك هتركبي عربيتك او موسطة وتوصل للشغل كل القطع اللي انتي هتلبسيها هتكون بتتكسر بسرعة فياريت واحنا بنختار اي حاجة هنشتريها ونكون حبناها ان هي تكون مش بتتكسر بسرعة كده احنا خلصنا الماتيريال وشوية نصايح واحنا بنشتري اي حاجة من برا وحاجات تقدر تفيدنا كمان في الشتوي وفي السيفي في بقى حاجة انا سمعتها بقالي فترة كنت حابة اكلمكم فيها ان فيه ناس كتير جدا بتشتكي ان الشنط بتاعتهم بتتكسر هو الشنط بتتكسر ازاي؟ هو الحقيقة ان الشنط جلد وساعات بيحصل فيها قسرة من مكان معين بنكون دافعين فيها فلوس كتير جدا او لو حتى مش دافعين فيها فلوس كتير جدا بس هي شنطة بنحبها الحقيقة ان اغلب الشنط بتكون جلد والجلد زي ما انتو عارفين ان هو بيحتاج معاملة خاصة شوية يعني نبقى شيك كده في معاملته شوية حتى لو كان جاكت ما ينفعش بالمناسبة ان احنا نشيل جاكت جلد جوا اللبس اللي بيكون خلاص بقى شتوي ونقفل عليه شنطة لان الجلد لازم يتعرض للهوى علشان يتنفس الحاجة الوحيدة في اللبس عموما او في الماتيريال اللي بتحتاج تتنفس هي الجلد نرجع بقى للشنط بلاقي ناس كتير بتحط في دولابها من فوق فيه رف كده وحط كل الشنط بتاعتها فوق بعض اكيد هتبوز او اكيد هتتكسر احنا مش عايزين ننسى ان الجلد زي ما قلنا ليه معاملة خاصة ومع الصيف ومع الشتة الجلد بينكمش وبيتمدد احنا ممكن نكون ما بناخدش بنا بس لو احنا في الصيف القودة نفسها اللي انت شايلة فيها الشنط دي بتكون يعني الدنيا ما بتكونش ضبطة قوي في الحرارة فبنحس انه الجلد بياخد روحته شوي اول ما الشتة تيجي واول ما نفتح حتى التكييف في الصيف الجلد بياخد وضع تاني خالص هرجع لكم تاني نتكلم على موضوع الشنطة بس ناخد مداخلة تليفونية استاذة اميمة اهلا بيكي وعليكم السلام ازاك يا هبا عامل ايه اهلا وسهلا ازايك زميلتنا هبا انا عايز اشكر في الحلقة جدا 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 حاببتي اولا اسلوبك حلو قوي 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 واسلوبك بسيط جدا 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 وانا بسعلا قاعدة مستمتع ببساطة اسلوبك مش سيب جد والله انا عايز اقولك ان انا اللي بحبك وبيحب البرنامج بتاعك انا عرفت صوتك على فكرة مرسي بس والله فعلا انا فعلا مكلماتي علشان انا لفت نظرك اسلوبك ولفت نظري ان انتي قاعدة متمكنة من ادواتك وان انتي قاعدة المعلومة خارجة مني باسلوب بسيط جدا وانا مستمتع وانا قاعدة المعلومات اللي انتي عملة بتقوليها انا فاهمها وحلوة ومارس حبيبتي بجد مرسي بجد انتي زوء بجد والله مش لي فرحتيني الله يخليك بالتوفيق ده المنايب وربنا وفاك ان شاء الله واستمري البرنامج بتاعك حلوة اوي مرسي مرسي اوي بجد مرسي اوي بجد لزوءك شجعتيني اكمل الحلقة حلو مرسي اوي حالة حاجة في الدنيا الطاقة الايجابية دي برضو من حاجات اللي فيها طاقة ايجابية يا ريت وانتوا نزليين تعملوا شابنج بالمناسبة تاخدوا حد يكون عنده طاقة ايجابية كده عشان تختاروا حاجات حلوة بالمناسبة نكمل تاني موضوع الشنط فاحنا اتفقنا ان الجلد بيكون محتاج معاملة خاصة وخصوصا الشنط فلما احنا نحط الشنط الجلد كلها على بعض هو احنا مش بنديها فرصة ان هي تتحط في قعدتها الصحيحة وفعلا بتيجي بعد وقت تتكسر وزي ما احنا قلنا انه لما بيجي الصيف الجلد بياخد وضع يعني غريب وبعد اللي شغلنا التكييف بترجع تاني بوضع تاني ولما بتيجي الشتاء بتبقى الجلد ياخد وضع تاني خالص فياريت لو احنا ما عندناش مكان ممكن نعمل مكان صغير كده للشنط يتحطوا بشكل مناسب في حاجة كمان على فكرة هي مش هتكلفنا حاجة خالص انه احنا نجيب عارفين لما بنيجي نشتري شنطة مش بيكون قردي فيها ورق وفيها حاجات بتكون جواها ليه لا احنا ما نعملش كده كل ما نستعمل شنطة وهنيجي نخرج حاجتنا للشنطة التانية نحط ورق بس ان هو يحافظ على شكل الشنطة علشان كده لو تلاحظوا دايما ان في المحلات بيحافظوا على شكل الشنطة بالورق ده اوكي فدي حاجات مهمة جدا علشان كل حد فينا بيحب الشنطة وماقدرش يستغنى عنها ومشان نفضل كل شوية نسأل ليه الشنطة جلدها بيبوز وبيتفتفت وبتبقى شكلها مش لطيف فياريت ان احنا نحافظ عليها وكمان عايز اقول لكم على حاجة لو عندك شنطة مش بتستعمليها في وقت معين الكافر بتاع الشنطة اللي احنا بنشتريها بياريت ما ترميهوش وان انت يتغطي الشنطة دي تاني لوقت ما تستعمليها علشان زي ما اتفقنا من اول الحلقة ان التراب اللي احنا بابنشوفوش هو بيشوف الحاجة وبيدخل جواها وبيخليها الجلد يتفتفت وحتى لو شنطة قماش هيخلي لونها ما بقاش ظريف فناخد بنا جدا من الحاجات دي عايز اقول لكم بمناسبة الشنطة كمان الشنطة في الشتة ياريت ان احنا نعمل حسابها قوي واحنا بنلبس جاكت يعني ايه؟ يعني انا بلاحظ ان في ناس بتلبس بلطو يكون منفوخ قوي او جاكت يكون منفوخ قوي وتيجي في الاخر بتلبس شنطة شوانا كده الحقيقة شكلها مش بيكون لطيف فياريت دايما نعمل كونترست بين حجم القطع اللي انا لبساها وحجم الشنطة اللي انا هلبسها في حاجة كمان بالمناسبة كنت حابة اقولها لكم بمناسبة الشنطة في شنطة بتكون رياضية انا بحس ان هي بتلملي كل حاجاتي وبحس ان هي بتنفعني في كل حاجة بس الشنطة دي الحقيقة اللي هي بيبقى ليها اماكن معينة وساعات كتير قوي انا بكون لبسة طقم انا تعبت فيه وتعبت وانا بشتريه وتعبت وانا بنقيه وتعبت وانا لبساه وبعد ما لبس طقم يكون ميل شوية للفورمل او الكلاسيك بحس ان انا ببوزه خالص بالشنطة اللي بتكون رياضية دي فياريت بمناسبة ان احنا تكلمنا عن الشرط ان احنا نعرف كل شنطة لها اي استعمال ونستعملها في وقت ما نحب نلبسها بالزبط عايز اقول لكم كمان انه ما تستعجلوش وانتو بتشتروا اللبس ودوروا عشان فيه حاجات كتير بتكون حلوة احنا بنكونش مغدين باننا منها وفيه حاجات كتير عندنا في الدولاب انا بعيد تاني على موضوع الدولاب احنا ممكن نقدر نجددها باقل التكريف وهنحس ان هي قطعة جديدة وان احنا ممكن نلبسها باي حاجة فيه حاجة اخيرة كمان كنت حابقوا لهلكم وانتو بتعملوا شابنج شوفوا القطعة وبصولها كويس وفكروا هي القطعة دي انا هقدر البسها كذا مرة ولا القطعة دي هقدر البسها صبح وبالليل ولا القطعة دي هلبسها مرة وخلاص فيه ناس كتير تقدر ان هي تشتري قطعة لكل يوم حتى وفيه ناس لا انا مش هفضل اشتري لكل حاجة حاجة فاحنا ممكن لما نشوف قطعة تعجبنا نفكر فيها شوية يعني اقل من دقيقة القطعة دي هقدر البسها بكذا طريقة حتى لما ايجي اقرب بيها في نفس الاسبوع ما يبقاش الناس عارفة ان انا لسه نفس القطعة دي من يومين فيه حاجة على فكرة كمان بينفع نلبسها صبح وبينفع نلبسها بالليل يعني ان احنا ممكن نغير في الاكساسورز بتاعها بالليل نغير الشوز ونغير الشنطة ونعمل كذا شكل انا على قد ما اقدر حاولت ان انا اقول لكم نصايح واحنا بنطلع اللبس الشتوي وان احنا ازاي لما نيجي نفرح ونجيب الشوبينج بتاع اللبس الشتوي ناخد بالنا من كذا حاجة ويا رب بجد اكون قدرت اقفتكم وان احنا ناخد بالنا من كل قطعة في دولابنا علشان اكيد كل حد بيحبوا دولابو يارب تكون الحلقة عجبتكم واشكوموا في حلقة جديدة ونجوموا على الهواء اشتركوا في القناة نجاح هو انت ينفع لما باب التلاجة يعلق تروح تجيب نجار يصلحه ولا خرطوم المياه في العربية لما يضرب نجيب سباك يعمله اكيد لا ده حتى المسل بيقول اد لقش لخبازه يعني لو عندك مشروع تجاري في اي مجال وحابب تنجح عليك وعلى شركة اميزديا اميزديا شركة تسويق الكتروني واعلامي هتوصلك بكل الناس في اي مكان وباقل الاسعار مع اميزديا هنعمل لك حملات ممولة على كل مواقع التواصل الاجتماعي وعلى قناة تلفزيونية معروفة عندنا كمان ادارة كاملة لصفحات الفيسبوك تصميم ويب سايت فيديوهات تصويرية وموشن جرافيك كل اللي عليك تعمله انك تعرفنا طبيعة مجالك وشغلك واحنا هنوصلك بالعمل بتوعك نجاح هو انت ينفع لما باب التلاجة يعلق تروح تجيب نجار يصلحه ولا خرطوم المياه في العربية لما يضرب نجيب سباك يعمله اكيد لا ده حتى المسل بيقول اد لقش لخبازه يعني لو عندك مشروع تجاري في اي مجال وحابب تنجح عليك وعلى شركة اميزديا اميزديا شركة تسويق الكتروني واعلامي هتوصلك بكل الناس في اي مكان وباقل الاسعار مع اميزديا هنعمل لك حملات ممولة على كل مواقع التواصل الاجتماعي وعلى قناة تلفزيونية معروفة عندنا كمان ادارة كاملة لصفحات الفيسبوك تصميم ويب سايت فيديوهات تصويرية وموشن جرافيك كل اللي عليك تعمله انك تعرفنا طبيعة مجالك وشغلك وحنا هنوصلك بالعمل بتوعك